أرى مسؤولون ودبلوماسيون عراقيون أن جمهورينا سيرجعون لخيار التصعيد العسكري ضد إيران أو العراقي بشكل مباشر وأبينوا أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على الثوابت الخاصة بالمصالح الأمريكية المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي تجاه أوروبا والشرق الأوسط والصين وروسيا وأفريقيا وأن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط تقوم على أساس ضمان أمن الخليج ومصادر الطاقة وهو ما عملت به الولايات المتحدة منذ عام 1979 حيث كانت واشنطن ما تزال مستعدة لمواجهة أي تهديد حتى لو اضطرت للتدخل العسكري لضمان أمن الطاقة وأمن المصالح والحلفاء في الشرق الأوسط وأضافوا أن وصول ترامب مجددا للبيت الأبيض قد يعيد حادثة المطار من طلع عام 2020 خاصة وأن تعامله مع مناوي واشنطن سيكون أكثر قسوة بسبب الأحداث في المنطقة